لازم نعرف أنه مصار الحيوان المنوي ليوصل للبوايدة ويخترقها مش بالشيء لهايين أبدا فمن بين ملايين الحيوانات المنوية واحد بس بيقدر يخترق هلأ شو العوامل اللي بتحدد إيه ده كانت الحيوانات المنوية صحية أولا أول شي نطلع على العدد عدد الحيوانات المنوية ما لازم يكون أقل من 15 مليون بالمليلتر إذا كان 50 مليون بيكون تمام تحت 15 مليون أبدا مش مليح تانيا الحركة التصودي للحيوان المنوي لازم تكون هالحركة سرعتها أكتر من 32% مثل ما شايفين سرعة هالحيوان المنوي لقدامنا تتكون قادرة تخرق البوايدة تالت معيار مهم للسائل المنوي تنشوفوا إذا الحيوانات المنوية فعالة أو لا هو الشكل الحيوانات المنوية شكل الحيوانات المنوية الطبيعية لازم يكون أكتر من 5% مثل ما شايفين هذا هو الحيوان المنوي الطبيعي أما إذا كانت الحيوانات المنوية غير طبيعية أقل من 95% هذا حيوانات المنوية غير طبيعية إذا كانت نسبته أقل من 95% معناتها التحليل السائل المنوية كمان جيد رابع معيار مهم هو لزوجة الحيوانات المنوية هاللزوجة كلما خفت كلما كان أفضل للحركة وللوصول إلى البوايدة خمس معيار مهم هو الكمية طبعاً بنعمل بعد القيامة تقليتي لخمسة أيام من العلاقة الجنسية كمية الحيوانات المنوية ما لازم تكون أقل من مليليتر ونص سادس معيار مهم هو اللون حيث بتراوح اللون الطبيعي للحيوانات المنوية بين الأبيض الفاتح والرمادة والأصفر الفاتح كمان